ينظم إلينا من بيروت الكاتب الصحفي السمير منصور سيد سمير برأيك ما هي العقدة الأبرز التي تقف أمام دياب في تشكيل الحكومة العقدة الأبرز في الواقع هي معارضة الشارع له هناك انتفاضة شعبية مستمرة وهناك معارضة لا تزال تتحرك من حين إلى آخر للتذكير بموقفها الرافض لتكليف الدكتور دياب لتشكيل الحكومة لأسباب لمجال حصرها الآن قد عبر عنها الحراك الشعبي تقنيا وعمليا في تشكيل الحكومة آخر نقاط الخلاف كانت حول وزارة الخارجية وتدخل الوزير الخارجية الحالي الوزير الأقرب إلى العهد وزير النسيب رئيس الجمهورية جبران باسيل عرضت توزير الدكتور دونميانوس قطار في وزارة الخارجية باعتباره شخصية معروفة من الجميع ولكن إلى أي مدى هناك سلطة لجبران باسيل أو غيره في إبداء الرأي وفرض الرأي على دياب الذي لطالما أصر دائما في كل مؤتمراته الصحفية على القول بأن لا أحد يملي عليه ما سيفعله وأنه مستقل ويريد تشكيل حكومة من الخبراء فقط بعيدا عن أي تكتلات سياسية وهناك دستور أيضا يقول أن الحكومة يشكلها الرئيس المكلف بالتفاوم مع رئيس الجمهورية ولكن أسف أن أقول لك أنه في هذا الزمن الرديء سياسيا فعلا هناك عدم الاتزام بالدستور وكل تكتل سياسي يسمي من يريده أن يكون في الحكومة ويبلغ اسمه إلى الرئيس المكلف هذا خطأ وهذا ما يحصل مع الأسف الشديد ما الموقف الذي قد يتخذه دياب إذا لم تتحلح للأمور هل سيقدم استقالته أم أن هناك موقف آخر لا نعلم يا سيدتي آخر نقاط الخلاف كانت حول وزارة الخارجية تم استبدال ديميانوس قطار بنصيف حتي السفير السابق بجامعة الدول العربية في فرنسا باعتبار أن ديميانوس قطار يمكن في السياسة أن يشكل خطر في معركة الرئاسة وهو شخص معروف بأنه مرشح للرئاسة آخر نقاط الخلاف تم التجاوز من خلال الاتصالات التي أجريت اليوم والتي تخللها لقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس المكلف استمر نحو 50 دقيقة إذا لم يوفق الرئيس المكلف خلال اليومين المقبلين في تشكيل الحكومة فلا استبعد شخصيا أن يقدم على خطوة ليست أقل من الاعتزار عن الاستمرار في مهمته شكرا جزيلا لك الكتب الصحفي سمير منصور كنت معنا من بيروت